أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الهيئة تمكنت خلال العام 2020 من تحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات لكافة القطاعات الحكومية عبر مختلف القنوات الإلكترونية محقيقة نجاحا ملحوظا بدعم عملية التحول الرقمي الشامل بالمملكة والذي شهد وطيرة متسارعة رغم التحديات التي فرضتها الظروف الرهنة مؤكدا على أن هذه المرحلة المتقدمة من الإنجاز هي نتاج لرؤية جلالة الملك المفدى يده الله التي أكدت منذ الوهلة الأولى على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة ودورها في توفير مختلف الخدمات الرقمية السريعة والمرينة حاضرا ومستقبلا وكشف القائد أن الهيئة تمكنت من توفير 504 خدمات إلكترونية قائمة شملت 391 خدمة عبر البوابة الوطنية و 16 خدمة عبر منصات الخدمة الذاتية و 97 خدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بمجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامية الذي نظمه مركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة من الإيجازات الإعلامية الحكومية عن بعد حيث استعرض القائد إنجازات برنامج التحول الإلكتروني لمملكة البحرين 2020 وحول العوامل التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي خلال عام 2020 أشار القائد إلى مجموعة من العوامل منها توجيه اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية بالإسراع في خططها لتحول الإلكتروني بالتنسيق مع الهيئة وتنفيذ خططها في هذا الإطار فضلا عن سعي الهيئة لتحقيق استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي ضمن منهجية التحول الإلكتروني في المملكة ونوه القائد إلى أن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصناعي في تطوير الخدمات الحكومية ساهم بدعم استمرار عمل القطاعات المختلفة كالقطاع العدلي والمحاكم عبر تطوير الإجراءات العدلية الإلكترونية والجنائية في حين مكنت التقنيات الحديثة من دعم قطاع تعليم واستمرار العمليات التعليمية عن بعد عبر نقل البوابة التعليمية للحوسبة الصحابية بجانب توظيف التقنيات في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تطوير منظومة متكاملة حكومية تمثلت في تطبيق مجتمع واعي وأكدا بأن هذا التطبيق شكل قصة نجاح جاءت وفقا لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبفضل جهود الكوادر الوطنية التي عملت على إطلاقه وذلك في فترة زمنية قياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة